حسبوا معايا المبالغ يا إخواني حسبوا معايا المبالغ من البداية لشنجمال الحصيصة في الأخر وملعوه من مغادرة التراب الوطني من شهر مارس 2021 أشنا يزدب للإدار أخيرا وليس آخرا ضرحوا سؤال واحد باركة سؤال واحد فقط هو واش ما غيرتحاسبوش هاد الرؤساء ديال المؤسسات العمومية المعفيونة من مناصبهم تكلمات وتحدثت عن وجود غضبة ملكية وزلت على ظهره قسمات للظهر في الشماع الأخير ديال المجلس المجلس الوزاري اللي انعقد بالدار البيضاء في الأسبوع الماضي تم إعفاء واحد من مجموعة من المسؤولين ديال المؤسسات العمومية كبيرة هاد المسؤولين راكموا الفاشل مور فاشل في التدبير وإدارة هاد المؤسسات خلال السنوات الماضية رغم أن هاد القطاعات حيوية ومهمة وفيها موارد وفيها فلوس كبيرة وخيالية هاد القرار ديال الإعفاء جاء بقرار ملكي من طوية الحال لكن شكون هاد المسؤولين لش من هاد المسؤولين؟ للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي وأنور بن عزوز المدير العام لشركة الطرق السيارة بالمغرب ومصطفى الباكوري المدير العام لوكالة الطاقة المتجددة اختصارا مازين والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات حبيب القلالش المعلومات كتقول أن إعفاء هؤلاء المسؤولين جاء بسبب الاختلالات في المؤسسات اللي كانوا مسؤولين عليها دائما السؤال اللي كان طرحوا ولي كان يطرحوا المغاربة وكان يطرحوا كل المتتبعين وكل ما له غير على هذه البلاد عشانو هي هذه الاختلالات؟ دائما كان سمعوا مصطلح الاختلالات يستعمل في مجموعة ديال التقارير ومصطلح كذلك ديال السفقات المشبوهة وكي المصطلحات ديال اختلالات مالية أو او 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 إلى غير ذلك من المصطلحات اللي كانت تستعمل فاش كي يتم إعفاء شي حد أو اعتقال أحد الفاسدين في المجال الإداري أو المختلسين إلى غير ذلك من المصطلحات لكن فاش كانت تكلموا على مؤسسات كبيرة عندها ميزانيات خيالية بالهبل فنحن نتحدث عن المال العام ديال الشعب المغربي وفاش كي يجي قرار الإعفاء من طرف الملك فنحن أمام اختلالات واش من اختلالات واش من اختلالات واش من اختلاتات واش من صفقات مشبوهة وما خفية أجل وأعظم نرجع للموضوع ديالإعفاءات من أبرز مسؤولين لإعفاءهم الملك عبد الرحيم الحافظي الموديل العام للمكتب الوطني للكهرباء اللي مسؤول على هاد القطاع من سنة 2018 إلى يومنا هذا واللي كتقول التقارير أن من بلا أسباب اللي تعفى من أجلها هو أنه عجز عن إخراج المكتب من الأزمة والمديونية اللي كيعرفها القطاع منذ سنوات عرفتوش حال هذه المديونية اللي بلغتها في هاد المؤسسة وفي هاد القطاع حوالي 100 مليار ديال بدرهم حتى لسنة 2022 من 2012 لسنة 2022 حوالي 100 مليار ديال بدرهم وربما ارتفعت كتقول التقارير ربما ارتفعت هذه المديونية والعجز في هاد العام في عدل عام ديال 2024 وصلت ل400 مليار سنتيم باش يتم تسوية هاد العجز المالي واش عرفتوش حال هاد المبلغ شحال ديال الشعب المغربي مغي يعرفش يحسب هاد المبلغ أنا كيبالي ينبلغ خيالي السؤال المطروح هنا من رسانية هو فين مشات هاد المبالغ شكو اللي غيجاوب لنا على هاد السؤال شكو اللي غيجاوب على هاد السؤال كان المفروض من بعد قرار الإعفاء بكل صراحة من بعد قرار ديال الإعفاء كان أنه يخرج لنا شي حد يقول لنا فين مشات هاد المبالغ ديال 400 مليار سنتيم أو على الأقل يخرج رئيس الحكومة أو الناتق الرسمي بإسم الحكومة يجاوب يجاوب لنا على هاد السؤال معلش معلش نشوفه أنور بن عززوس المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تاني أبرز مسؤول مؤسسة عمومية كيتعفم هاد المنصيب دياله كتخول تقارير بعدما تلقى العديد من الانتقادات من مجموعة لبرلمانيين والنقابات والمواطنين على حسب ما قالوا حتى هو فشلوه في تدبير هاد المؤسسة فين كيتجلى هاد الفشل كيبقى سؤال متروح كذلك هاد المؤسسة اللي كتستخلص من المغاربة وكتجمع الملايير ديال الدراهم شهريا من المغاربة بدون ما كتوفر لهم خدمة في المستوى إلى جانب مشاكل ديال المستخدامين لاخدامين كانت واحد مجموعة ديال الاعتصامات واحد مجموعة ديال النضالات ديال المستخدامين من أجل نيل الحقوق ديالهم وكذلك واحد مجموعة ديال الشكالات ديال الناس الناس العادي اللي كيستخدموا الطريق السيارة أنها كتفرض الشركة بطاقة جواز على عباد الله في الطرق السيارة ضروري تاخدك جواز كيفرضوها بطرق غير لائقة صراحة بطرق غير لائقة وأنا واحد منهم تصوروك يفتحوا السادي الممرات بالنسبة للناس اللي عندهم جواز بش يمروا بسرعة البرق في المقابل ممر واحد بالنسبة للناس العاديين اللي كيستعملوا طريق السيارة كيلي ما كيصافر ش دائما عندهم مرة واحدة كيصافر في الشهر أو كيصافر في الأسبوع أو كيصافر قليل جدا فلماذا يتم مفرض جواز جواز على هؤلاء خصوصا الناس كيكونوا على عجلة من أمرهم كنتضطروا أننا نتظروا ساعات طوال من أجل المرور في ممر واحد إلى جانب ذلك كي بيعلوا الناس شوكولات بمبلغ كبير بحجة احتفال برأس السنة كان سبق المجلس الأعلى للحسابات أنه سجل اختلالات حتى وسمها اختلالات حول كيفية تدبير الطرق السيارة وبطع الأشغال والجهل بين عزوز انتقادات كثيرة كذلك انتاقدوه نواب في الأغلبية والمعارضة بسبب الحالة ديال الطرق والتوقف المستمر بفعل ديال الأشغال اللي كانت وارتفع الأسعار بالطرق واحتجاجات العمل المستمرة إلى غاية ديالك طرق سيارة في الخارج تصوروا الطرق للسيارة في الخارج من بعد ما يرجعوا الفلوس ديالهم باش تصوبات وتنجزات هذه المشاريع كاتوا لي فابوروا بالمجان لمسنا ذلك في إيطاليا أو في سبانيا بالمجان حنا في المغرب كل عام كيزيدوا في الثمن ديالها معلش نشوفهم على المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات حبيبة القلالش اللي جات في الرطبة التالتة ديال هات الإعفاء واللي لقات رأسها أمام فضيحة فاشر جعات من أمريكان تقارير تتقول أن الشركة المحظوظة الفائزة بمختلف صفقات للمكتب حصلت منذ سنوات منذ سنوات وهي كتحصل على صفقات سيانة المؤيدات الكهربائية في مطارات المملكة كلها بالإضافة إلى واحد العدد كبير من الصفقات من صفقات أخرى اللي كتتعلق بالمطارات مش أي صيانة صفقات أخرى كتتعلق بالمطارات لكن فاشر تطريحة الخنز ديال هاد المؤسسة وديال هاد المسؤولة فوق القياس غتجي وزارة النقل واللوجستيك غتصدر قرار بتوقف هات الشركة بشكل مؤقت من الاستفادة من هات الطلبات ديال العروض ديال المكتب المطارات علاش لأنه بسبب الحتيكار ديال الصفقات المشاريع اللي كينفدها المكتب احتيكار من طرف واحد فقط تغول ديال هؤلاء بالزهف وصل مجموع الصفقات مئة وستين مليون ديال الدرب أي حوالي 16 مليار سنتيم حسبوا معايا المبالغ يا إخواني متتبع موقع ريحانة طريس حسبوا معايا المبالغ من البداية لشنجمع الحصيصة في الأخر أما الإعفاء الرابع فقد شمل مصطفى الباكوري المدير السابق الوكالة المغربية للطاقة المتجددة هادخونا في الله بتعفام المنصب ياله بشكل غير رسمي منذ سنوات وتم إخداعه لتحقيق 3 سنين في 3 سنين هذي هو تحقيق قاله حول إدارته لبعض المشاريع الطاقة الشمسية وملعوه من مغادرة التراب الوطني من شهر مارس 2021 أشنه يزدب للإدار؟ الله أعلم لكن تقارير كانت تقول تكلمات وتحدثت عن وجود غضبة ملكية وزلت على ظهره قسمت لي الظهر قالوا بسبب فشلوا في تدبير الوكالة وتسجيل اختلالات احتوى اختلالات لا حوله ولا أخوته إلا بالله اختلالات دماغة المصطلح هذه الاختلالات تابعنا بدون من فهموا أشنه هي الاختلالات اللي كيديرو هؤلاء الناس معليش معليش قالوا اختلالات تدبيرية وقالوا عدة أخطاء في مشاريع التقل قال فقط عدة أخطاء هذه الأخطاء قالوا على مستوى مركب نور للفورزازات الذي اعتبر أول مركب دولي وإفريقي من حيث نهار مصدر البلاغ ديال الدول الملكي على وجود تأخر في مشاريع التقل المتجددة اختفى الباكوري عن الأنظار ولما نسمع له ركزة حتى سمعنا بقرار الإعفاء كذلك سبق لتقرير المجلس الاقتصادي والشماعي أنه تحدث عن وجود اختلالات 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 في التزواز المالي داخل هذه المؤسسة واطلب من الدولة هذا المجلس الاقتصادي طلب من الدولة أنها تقوم بتدابير تحكم لازمة من أجل تجنب التدعيات التي ممكن تحصل على وجود هذه الاختلالات وتأثر على مالية الدولة والتأخر لسجله القطاع في تحول الطاقي المغربي والفقدان الجانبية هذا الجانب هذا بسبب المستثمرين الخواص في المغرب وخارج المغرب أخيرا وليس آخرا نضحوا سؤال واحد بركة سؤال واحد فقط هو واش مغيتحاسبوش هذا الرؤساء ديال المؤسسات العمومية المعفيون من مناصبهم فقط هذا السؤال انتظار الجواب منشجيها معينة إلى هنا تنتهي هذه الحلقة وإلى حلقة مقبلة وموضوع آخر إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة